ننتقل للمشاهدين إلى مصر فأزمة الكهرباء في مصر طبعا ليست جديدة وبين الحين والآخر نرى قرارات يقابلها اعتراض من المواطنين هذه الأزمة كانت قد بدأت الصيف الماضي بعدما أعلنت الوزراء أسلوب تخفيف الأحمال للحفاظ على استمرار عمل الشبكة الكهرباء أي التقنيين وبدأت بقطع التيار الكهربائي عن الأحياء في مصر لساعتين في اليوم لتصبح بعدها بفترة قصيرة ثلاث ساعات بدلا من ساعتين وهو ما أحدث حالة كبيرة من الجدل في الشارع المصري رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن الشهر الماضي عن تخفيض مواعيد تخفيف الأحمال لتصبح ساعة واحدة يوميا بدلا من ساعتين في منتصف يوليو على أن يتم إيقافها تماما في أواخر يوليو لافتا إلى أنه بنهاية العام الجاري سيتم حل الأزمة بالكامل مع وصول شحنات الغاز من الخارج أما جديد اليوم ووفق مصدران حكوميان مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50% مع إلغاء الدعم تدريجيا في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي وقد تم تطبيق زيادة الجديدة على نظام العددات مسبقة الدفع على أن يتم تطبيقها على العددات العادية في الأول من أكتوبر المقبل طبعا هذه القرارات تأتي في وقت تعاني مصر من أزمة مالية طاحنة دفعتها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليا معنا الآن مشاهدين من القاهرة المستشار الاقتصادي في جريدة الأهرام أستاذ مصباح قطب أهلا بك أستاذ مصباح معنا أستاذ مصباح أهلا بك أستاذ مصباح أستاذ مصباح أستاذ مصباح يعني مصر كدهولة تعاني من أزمة اقتصادية خانقة كما كنا ذكرنا اضطرت للاقتراض بقيمة 51 مليون دولار وبالتالي أيضا المواطن المصري يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة في فترة الصيف هو كان يعاني من انقطاع الكهرباء ربما هذه المشكلة ستعالج مع انتهاء الصيف ولكن مشكلة أخرى ستفقل جيوبه بعد ذلك هل سيستطيع التحمل؟ نعم الحقيقة تستمر لكن استمر إزاي هو هذا السؤال أنا واثق أن حضرتك توصدية لكن عايز ألفت النظر لأن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يصبح فيها رفع سر الكهرباء عملا سريا يعني بما في ذلك انت حذر كنت مصدراني حكومان واحنا في المصر اليوم ومواقع مختلفة بتقول مصادر مسؤولة أو مصادر حكومية قالت كذا كذا العادة أنه بيصدر قرار برفع أسعار الكهرباء بيرفع رئيس الوزراء لمجلس الوزراء وبعدين يعلن على موقع الوزراء أو على موقع الشركة القبضة أسعار الشرايح للمستهلكين وللمصانع فدي المرة الأولى وحتى هذه اللحظة الحقيقة لم يظهر أي شيء رسمي على المواقع الرسمية كافة المعنية كيف تفسر هذه السرية؟ الحقيقة برضو جاي بعد يعني يبدو أنه ده استشعار من من اتخذوا القرار وأنا واسخ أنه فيه قرار ما لن أجزم أنه كده بالضبط لكن زي ما حضرتك أشارتي سندوق نادي الدولي طلب تحيير أسعار الطاقة ورئيس الوزراء قال خلال أربع سنوات سيتم تحيير أسعار الكهرباء بما يعني بالمتوسط 25% في كل سنة فأزر الله ربما يكون هناك نوع من الحرج في الإعلان عن ده في وقت نحن نتكلم فيه عن أنه فيه قدر من اليسر في النقد الأجنبي يعني بعد صفقة تباس الحكمة وإصلاحات مع السندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي فمش مناسب أو أنك أنت تفاجئ الناس بداء وأنك أنت رفعت أسعار السولار والبنزين منذ ثلاثة أسابيع فقط ويترتب على طبعا رفع أسعار النقل والحاجة الثالثة هي أنه التدخم لا يزال مرتفع والطلب متباطئ فأنت كده بتعمق هذه المشكلة اللي يفترض أن أحد استهدافات الحكومة والبنك المركزي هو السيطرة على التدخم على الأقل في المدى القصير فصول القرار مؤكد حيبة صادمة وربما استشعر القائمون على الأمر فعامدوا إلى تسيبه أولا الاختبار رد الفعل وسانيا يؤكدوا إذا لقوا الموجة عالية هذا في الددير الشخصي لو أحد محتكب السياسة شوية ممكن حد يقول لا نحن بالنسب يعني هي بمثابة بلون اختبار ربما أكثر للشارع أو رد فعل الشارع المصري في حال كان هناك زيادة لكن فيها حاجة حقيقية يا زي ما قلت لحضرتك فيها حاجة حقيقية نعم ولكن ليس ربما به فقط اختبار للنسب المرتفعة لأنها مذهلة بصراحة يعني شيء لا يصدق أنه حصل إلى 50% شيء لا يصدق يعني رفع لم يحدث أيضا على فكرة ربما يكون هذه هي المرة الأولى التي يتم الرفع فيها شعر الصراح بهذا الشكل وأنا بعتقد إحنا طبعا في وزير صناع جديد وأنه كامل الوزير وبيتكلم عن نهضة صناعية وأن مصر تبقى هب صناعي في الإقليم وتستقطب استثمارات ويزود بقى التشغيل اللي جاي من الصناعة والصادرات الصناعية إلى أخوه ففي مثل هذه الأمور يعني مع هذا الرفع أنا لا أعتقد أنه أيضا يمكن تحقيق مستدفات الصناعة يعني ليس بس سراحة المواطنين بس الذين يعانوا وأشد المعاناة من التدخم يعني ولكن هو قرار قد يكون له تداعيات يعني مطولة دعنا نقول طيب أستاذ مصباح فيما يتعلق بقطع الكهرباء وتخفيف الأحمال يعني لبنان الذي يعاني أصلا من أزمة كهرباء منذ عقود يعني حسب المعلومات ينتظر شحنة وقود لسد حاجته في هذا الإطار فمع الوضع المصري فيما يخص الكهرباء ماذا سيحل بذلك يعني أنا مش عايز طبعا هتبقى دعابة لو قلت يعني جبتك يا عبد المعين تعيني لكن الحقيقة دايما طوال الوقت فيه في السياسة المصرية وحتى في المجتمع يعني في المجتمع المصري نفسه فكرة أنه الوقوف جنب دولة عربية أنا بأكد لحضرتك أن هذا الكلام ليس كلاما عاطفيا يعني ما بيتفاوت يعني فيه فترات بيقوى ثم يتراجع مهما كانت الظروف الدكتور رحمة جويلي كان وزير التموين الله رحمه بقول أن المصريين والحكومة بدرجة بأخرى عندها استعداد أحيانا أنها تحوش اللقمة عن بقى وتقدمها لأخرين في العالم العربي في أوقات معينة فلكن هو بس اللابس اللي حصل اللي الناس اتكلمت عن تصدير غاز يعني للبنان عشان يحل المشكلة القائمة لكن هي قد تكون شحنات من الوقود اللي هو السولار اللي بتدار به أيضا المحطات وفي هذا قادر يسمح يعني في مرونة تسمح بتصدير بعض الشحنات من الصلاة اللي غازت اللبنانيين مرحليا يعني لن تستطيع لمدى طويل لأنه مصر على فكرة برضو قد تعود مرة إلى تخفيف الأحمال بشكل أقل حدة لكن قد تعود إلى ذلك في الوقت المقبل يعني وليس فقط يعني مع انتهاء في فترة الصيف شكرا جزيلا لك من القاهرة المستشار الاقتصادي في المصر اليوم مصباح قطب اشتركوا في القناة